السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتو بتشوفوني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان واهلا بكم النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم العيش في القلاية الهوائية او الخبز العربي اللي هو الخبز الابيض الشامي بس مش بيبقى اللي هو خفيف خالص اللي هو بيبقى فيه قلب من جوة او بيبقى فيه لبة زي ما احنا بنقول زي ما انتو شايفين كده بيطلع ناجح وطريقته سهلة جدا والعجينة بتاعته بسيطة خالص ومكوناتها موجودة في كل بيت وبسيطة وسهلة بدون اي تعقيد هنبدأ مع بعض نشوف ازاي بتتعمل العجينة وازاي بنقدر نسويها والخطوات السليمة ان احنا نقدر نسويها في القلاية الهوائية وتطلع النتيجة عيش منفوخ زي ما انتو شايفين انا القلاية بتاعتي نوعها تيفيل حجمها كبير اللي هو بتبقى اربعة وخمسة وعشرين اكس لارج اول حاجة هبدأ معاكم انا عندي هنا كباية ونص من الدقيق انا بس بجرب النهاردة معاكم انا اول مرة اعملها في القلاية الهوائية العيش انا بعمله دايما على الطاصة هنا المكونات اللي عندي كباية ونص دقيق نص معلقة ملح وعندي معلقة سكر وتلات تربع كباية مية طبعا الحاجات دي كلها انا ايساها بالكباية المعيارية وانا احطى لكم في الكباية العادية وطبق عادي وهنا حطى تقريبا نص معلقة كبيرة خمية فورية بقلبها هي والسكر مع بعض كده الاول باختبارهم لغاية لما الخمية تتفاعل مع المية الدافية والسكر وتعلى شوية هبدأ احطهم على الدقيق اللي انا حطيت عليه الملح هي دي بس المكونات دي مكونات العيش العادي خالص قلبت هنا الملح في الدقيق وهبدأ بقى احط عليه الخمية بعد ما عليت زي ما انتو شايفين وهبدأ اعجن عادي خالص العجين بتاعنا لو عندك عجان تقدير تحطي الحاجات زي ما انتو شايفة كده بالخطوات دي تحطيها في العجان وتعجنوا كلهم مع بعض هنا العجينة لمت معايا زي ما انتو شايفين وبقت كده ايه زي اللي بانا كده في ايدي زي ما انتو شايفين بصوا نعمت وبتشدها كده بتبقى زي اللي بانا هكوارها هخليها زي الكورة كده وهحطها في الطبق عشان تختمر وهدهن وشها زيت من فوق شوية زيت صغيرين خالص وهغطيها دايما بتسألوني ازاي الفوط بتاعتك قاعدة نظيفة ومش متبقعة ولا فيها نقطة صفرة ولا فيها نقطة زيت ولا اي حاجة انا دايما عادة العجائن يعني لما بعملها بغطيها الاولية ايما بكيس بلاستيك او منديل زي اللي انتو شفتوه وبعد كده باجتم عليها بالفوطة من الفوط اللي عندي فالفوط بتفضل نظيفة ومش عليها اي بقع ولا اي نقطة زيت هنا العجينة بعد ما سبتها نص ساعة هبدأ بقى اقطعها جبت هنا المفرش السيليكون وهقطع عليه العجينة اول حاجة هرش دقيق كده من فوق الكوبار ونص دول هيعملولي اربع ترغيفة حجم صغير مش كبير لو عايزين تضعفوا الكمية تقدروا ان انت تعملوا تلات كوباية دي هيبقى معاهم معلقة كبيرة خميرة فرورية ومعلقتين كوبار سكر والمية هتبقى كوباية وربع تقريبا او كوباية ونص حسب يعني الدقيق اللي انتو بتستخدموه ودرجة تشربوا للسوائل انا هنا اقطعتهم اربع ترغيفة وبعد التقطيع برضو هغطيهم واسبهم كمان تقريبا عشرين دقيقة عشان الخمور بتاعهم كده يخليهم ايه ينتفخوا شوية كان برضو جالي سؤال عن القلاية ايه الافضل لنوع القلاية تيفال ولا ديولينجي انا على فكرة ما استخدمتش غير تيفال وبالنسبالي استخدامها سهل وبسيط وحلوة جدا وهو ده الاجابة على السؤال اللي كان جالي هنا بقى حضرت ورقة زبدة هحط عليها دقيق برضو هبدأ افرد عليها الغرفة اللي انا عملتها هبدأ طبعا باول واحد هبدأ افرده كده بايدي هرش شوية دقيق صغيرين وهجيب الفرادة او النشابة وافرده فرد بسيط انا مش عايزة يبقى رفيع قوي انا عايزة زي ما انتم شفتوا كده في قلب من جوه او في لبه بص السمك بتاعه مش خفيف خالص تخين وهبدأ بقى افرد الباقي اللي عندي بنفس الطريقة بنبدأ بقى نفرد وهسيبهم برضو بعد اما فردتهم هسيبهم تقريبا عشر دقايق هغطيهم والعشر دقايق دول هبدأ بقى فيهم اسخن القلاية نفسها بحيث ان الجو بتاعها الداخلي كله يبقى سخن هغطيهم برضو بعد كل خطوة خليكوا حرسين جدا لان انتم لازم تغطوهم عشان وشهم ما ينشافش انا جبت هنا القلاية عندي جنب العيش وبوريكم بقى الاجزاء بتاعتها هي الحلة بتاعتها دي وعليها شبكة من فوق دي الشبكة تقدروا تحطوا العيش على الحلة على طول او تحطوا الشبكة انا عن نفسي بحط الشبكة عشان بحيث ان الشبكة الاخرام اللي فيها بتخليها توزع الهوى اللي داخل القلاية بطريقة سليمة وصحيحة تقدروا تحطوا برضو بدل الشبكة دي ورقة زبدة وتكونوا انتم خرمينها يعني لها كزا طريقة انا هنا برضو بريكم بوقت ان نحط ورقة زبدة بس انا ما استخدمتهوش بصراحة في القلاية هنا زبطتها بقى قلت اسخنها شوية قبل ما حط فيها العيش ضروري جدا ان هي تبقى جو سخن من جوه قبل ما تحطوا العيش هبدأ بقى بقى اول الغيف انا اصلا فردته هجيبه كده واحطه في القلاية زي ما قلتلكم دي اول تجربة معاكم انا كنت عملت فيها بيتزة قبل كده وفي رمضان عملت فيها سويت فيها القطايف طلعت حلوة قوي بس العيش ده بالخصوص ما عملتهوش بصراحة فيها قبل كده الاول مرة بعمله معاكم فيها زبطت هنا بعد ما حطيته على ديئتين ده شكله بعد ديئتين بس كان المفروض ان انا بعد ما حطيته خد كده سخنية وتشميع كان المفروض ان انا قلبت الناحية التانية على طول لان الشبكة فيها زي الداير من تحت هتشوفوا الشكل عامل ازاي اهي فعلمت في الرغيف من تحت عشان ما كانش متشمع فالغيف الاولاني ما زبطش قوي معايا الرغيف التاني نفطه كده كويس من الدقيق وطبعا القلاية سخنة هحطه كده فيها زي ما انتوا شايفين وبرضو نفس الخطوات هبدأ بقى الاول اديته كده ايه دقيقة بعد كده زي ما انتوا شايفين لسه ابيض هقلبه بقى على الناحية التانية وسبته كمان دقيقتين لقيت وشه وحمر زي ما انتوا شايفين ويتمتفخ بصوا شكله جميل خالص وعلى فكرة مش ناشف اطلاقا اول ما بتطلعوه يمكن بتحسوا انه ناشف شوية بس اول ما بتشلوه بتلفوه في كيس او في حتة قماشة وتحطوه في كيس بيبقى طري جدا نفضت الغيف الثالث وحطيته هما تقريبا هو اول الغيف بس اللي ما تزبطش معايا الباقي كله تزبط النتيجة روعة بصراحة بصوا طبعا سخن جدا انا بقلبه بالعافية تقدروا ان انتوا على فكرة متحمرهوش قوي كده لو انتوا عايزينه ابيض شوية عن كده هو بس يعني اللون طالع غامق ولكنه افتح من كده في الحقيقة حطيت كده رغيف الرابع برضو الاول بشمعه بعد كده بقلبه على الناحية التانية وبسيبه مجمل الدقايق اللي بياخدها مش مكملة اربع دقايق يعني اقل من اربع دقايق لكل رغيف بصوا بقى التجربة الحمد لله تلعت نجحة مية في المية هنا هوريكم بقى الرغيف عامل ازاي من جوه هنقطعه مع بعض لو انت لسه جديد عندي في القناة يلا دوتي اشتراك او سبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان اول منازل فيديو يوصلك على طول ولو ما عملتش لايك لسه للفيديو يلا انزلي وعملي لايك بصوا بقى الرغيف ده اول واحد بوراهولكم دول البقيين كلهم نجحوا البقيين طبعا انا عملت كمية صغيرة معاكم كده النهاردة بصوا شكله من جوه عامل ازاي بجد طلع روعة وطعمه حلو جدا وفي الانجاز يعني انا مش مضطرة ان انا اقف على البتجاز واعد اقلب واعدل في رغيف هو في القلاية دقيقتين على الوش الاولين ودقيقتين على الوش التاني بيبقى رغيف جاهز ومفهوش ريسكي يعني انت هينجح باذن الله يعني هينجح بس انت بتعرف التكنيك بتاعه والخطوات زي ما انتو شايفين كده بجد تحفة تحفة لو عندك القلاية حالا طلعيها وعملي فيها عيش بشكور جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته